رجل من رجالات ليبيا الصادقين البارين بوطنهم الحاضر يغادر الدنيا بعد جهود بذلها لإحلال السلام بين المدن والمناطق في ليبيا محمد شفتر رجل قدم وقته وعلمه ومرؤته وصدقه لأهله ومدينته ووطنه لم يتأخر يوما عن واجبه في الصلح ولم الشمل وكان يقوم دائما بالأعمال التي من شأنها أن تلم شمل الليبيين عامة وكان دائما في أماكن رأب الصدع سوى بين الأخوة الأخوة الأشقاء أو بين القبائل أو بين المدن أو بين حتى المكونات الاجتماعية على مستوى ربوع ليبيا الحقيقة اليوم يفتقد الدكتور محمد شفتر العمل الاجتماعي الذي دائما يسعى إلى رأب الصدع ولم الشمل الليبيين مسيرة الراحل شملت فض النزاع الأخير في جنوب طرابلس وإصلاح ذات البين كما كان لديه زيارة مع وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة لمدينة نسمة لمعالجة المشكلة الحاصلة لكن الأجل وفاه قبل أن يصل عرفت هذا الرجل من خلال محك العمل بالمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة باعتباره أحد جنود لجنة التواصل الخارجي بالمجلس فعرفت فيه التفاني والعمل والمصدقية في العمل والشغل ودائما في مقدمة العمل الاجتماعي لا يغيب كان حريص كل الحرص على رأب الصدع في ليبيا بشكل عام ولملمت شتات الوطن والمحافظة على النسيج الاجتماعي والردق الاجتماعي باعتباره أخونا محمد المغفلة ورحمة في هذا اليوم قدم الكثير والكثير وسيرته عطرة بالمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة دائما في مقدمة العمل الوطني بإذن الله سنشاهد بكرة منطقة آمنة وخالية من الصراع بإذن الله محمد شفتر سيظل رمز الإيمان في قدرة المواطن على رسم السلام واستعادة الثقة وبناء العلاقات الاجتماعية لأجل التقدم والرخاء